نشرت قناة واني نيوز توضيحا للرأي العام ردا على نشر مقطع مصور يتعلق بمقدم برنامج بمختلف الآراء والإعلام قحطان عدنان بيان للقناة ذكر أن جهات معروفة الهدف والأغراض تقوم بتدليس الحقائق عبر نشر الأكاذيب حول القناة من خلال استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي حيث قامت مؤخرا بنشر مقطع للإعلامي قحطان عدنان وزعمت بأنه تلفظ ألفاظ تخدش الحياة وبعيدة عن السلوك الإعلامي ولكن الحقيقة تتمثل بتحريف الكلام من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي مع استخدام نبيرة الصوت كما فعلت ذلك مرات عديدة وأشار البيان إلى أن الدليل على اختلاقها لهذا الأمر هو صدور بيان تحت عنوان رابطة الإعلامين ضد الإعلامي قحطان عدنان بالتزامن مع حملة تسقيطية من خلال نشر هذا الفيديو وأضف البيان أن قناة واني نيوز تؤكد لجمهورها الكبير أنها ستبقى مصدر المعلومة وصوت الحقيقة ومنبرا لجميع العراقين بلا استثناء وأنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة الجهات التي تحاول الإساءة لها من خلال أسلوب التضليل للرأي العام ترجمة نانسي قنقر